مهرجان العالمين الحمد لله ربنا موفقنا بداية أول فعالية عملناها الأسبوع الماضي كانت اللي هو استضافة الجيل الزهبي من الكورة المصرية من أبطال الكورة كانوا عندنا تلاتين لعيب أحمد حسن ومتعب وحسام غالي كل الجيل الزهبي ودارة متشاط ما بينهم على مدار تلات أيام وكان عندنا بطلة العالم في التاج بول دي لعبة جديدة بتاخد انتشار علامي دلوقتي الحمد لله ربنا وفقنا أن أكبر لعيباتين في العالم جوم هنا وعملوا ماتشاط وتحديات مع الجمهور كمان فانطلاق اللعبة دي أنها تشتهر في مصر كانت من خلال مهرجان العالمين ومن نورث سوير مول عندنا بقى أجندة طويلة جدا من الفعاليات القادمة بإذن الله الأجندة عبارة عن إيه بقى تاني يعني بتقولي في فهليات كتير هتبقى بس حفلات غنائية هتبقى بس الأنشطة الرياضية إيه اللي هيحصل للأيام اللي جاية الأيام اللي جاية إن شاء الله إحنا عندنا حفلة لتامر حسني في الأرينا كلينا مستانين آه إنتي عارفة العالمين متقسمة تلت المهرجان بيقوم في تلت أماكن رئيسية الأرينا اللي هي بتبقى على البحيرات الخلفية وهنا على المرطقة الشاطئية اللي هي مسكة من أول ريجل هايتس لحد الأبراج آه حضرتك ده مول بيبقى فيه كل الخدمات كافهات ومطاعم وأماكن فسح للأطفال لجميع الشرائح الاجتماعية المختلفة آه بيقام هنا إن شاء الله في عشر أغسطس آه أول فاشن شو عالمي للدزاينر مايكل سينكو هيجي مصر ومعاه كمان يا لي آه يومين متتاليين للفاشن شو للأكبر برندات المصرية كمان آه على مدار اللي هو يوم 10 و11 و12 أغسطس آه ما بين بقى تامر حسني والفاشن شو عندنا لست طويلة برضو من الفعاليات اللي على الأرينا آه أنغام وإليسا وآه ونانسي عجرم يعني مفنانين كتير بيحيوا حفلات كتير في الأيام دي عندنا أنشطة رياضية هتبقى موجودة زي الأر سي اللي هو إطلاق الطيارات بطريقة معينة هنا وشو طيارات هيبقى من هنا عندنا هيبقى بطولة العالم برضو للبادل دي لعبة برضو جديدة ومنتشرة جدا منتشرة جدا بين الشباب آه فهتنطلق برضو من هنا يوم 26 و27 آه يعني كتير ولسه بقى كمان آه في هيبقى سباق عربيات وسيارات في كزا موقع هنا في المدينة آه يعني مش مكان واحد بس في العالمين اللي مستغلينه ونوضع المكان المهرجان فيه أكتر من مكان بالزبط وأنشطة مختلفة والحتة اللي بعد كمان الجزء اللي بعد المول البصص على البحر هيبقى فيه اللي هي النفورة الراقصة الفاونتن آآ آآ راقصة وحواليها هيبقى فعاليات وشوهات للأطفال ومسرحيات بيبنوا دلوقتي مسرح أن يصطديف مسرحيات مختلفة ده هيكون المرادي في الفعاليات آآ آآ كله 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 هيكون فيه مسرحيات هيكون فيه مسرحيات وحفلات غنائية وموسيقى عربية وفنون شعبية واستعراضات وفيه حاجات فورفرية يعني احنا حتى الحفلة اللي فاتت اللي هي بتاعت هنا في نورث سكوير كانت ختام دورة الكورة كانت فورفرية يعني الناس تقدر تخش ناس كتير كانت موجودة آآ يعني الناس تقدر تخش بدون أي رسوم بدون أي حاجة تقدر تستمتع وتنبسط ما هو ده المهرجان إنه يبقى عندك زخم كبير من أنشطة مختلفة طرفهية وفنية ورياضية وتناسب كل أعمار سنية مختلفة وهو ده بقى المهرجان عشان نقول إن العالمين نوارت والعالمين قامت وتستقبل كل الزائرين من السياحة أو من السياحة الداخلية إزاي نقدر نقول إن موقع العالمين الجديدة هو موقع مناسب إنه يقام فيه مهرجان بالشكل ده هو أولا يعني هو بداية الطريق لو بنتكلم من القاهرة أو من بذات القاهرة هو نقطة أساسية في المنتصف طريق الساحل والخط الساحل الشمالي كله عندك جزء شاطئي وجزء كمان جنوبي للمدينة العالمين العالمين مش بس جزء شاطئي اللي إنتنا بنبقى شايفينه ده ده فيه وراء الطريق عندنا مدينة طراثية يعني حتى معمولة على أحدث التراث من التصميم المعماري اللي موجود فيها ببحيرات بكده تقدر برضو إن هي يقام عليها من تالي السنة الجاية هتدخل من ضمن الأماكن اللي بيقام عليها الفعاليات أماكن كمان متأسمن يبقى فيها جزء خاص بالجامعات فمنطقة الجامعات لوحدها والمنطقة الحكومية لوحدها بكل الأجهزة الحكومية من وزارات وخلاف هي التأسيمة بتاعتها بصراحة معمولة على أحسن وجه وأحسن طراز هندسي ومعماري وحتى الشوارع حتى كل حاجة يعني على أحدث النظم لأي مدينة لسه جديدة بتقوم الأخبار السياح إيه؟ السياحة العربية منتشرة جدا ملاحظ جدا أكتر من أي سنة أكتر من أي سنة وقبل حتى من نعلن عن المهرجان فجاء بقى يتخلل ده المهرجان فهم حتى الناس بقى عايزة تمد عشان تلحق الحفلات وتلحق تعمل الأكتيفتيز وتشترك فيها لا سياحة عربية الحمد لله قوية والحمد لله في من الفنادق دلوقتي اللي فتحت حتى السنة دي جديدة في العالمين تقدر أن هي تستوعب العدد دام من السياحة المهرجان أو مدينة العالمين مختلفة في رأيك في أي عن باقي القرى اللي موجودة أو باقي الأماكن اللي موجودة في الساحل الشماتي؟ لا إحنا مش بنتكلم على قرية صح إحنا مش بنتكلم على قرية يعني أنت بتتكلمي أن هي مدينة مدينة هي أكبر مسكندرية على فكرة كحجم وكواجهة شاطئية هي أكبر مسكندرية فلا إحنا بنتكلم على مدينة لا تقارن بقرى يعني طبعا خالص هي كأي مدينة شابة ولسه بتقوم هي بس الناس لسه ما تعرفهاش وده دوركم بصراحة وشكرين لكل الجهات اللي بتقوم على ده إن هي ده يبقى إعلان بين خلال المهرجان إن المدينة فعلا قائمة وإن هي كمان مش معمولة عشان الناس تقضي فيها موسم الصيف ثلاث شهور الصيف وتمشي هي فيها كل الفاسيليتيز النهاردة والخدمات زي ما بقول حيكينا المول بيقدم كل خدمات عندك بنوك عندك عيادات خارجية طبية عندك فسحة عندك جامعات عندك مدارس النهاردة فهي سكنة على مدار السنة عيشة بقى استقرار وعيشة وحياة مش مجرد منطقة صيفية وسحيلية الناس تقضي فيها الصيف وتمشي عموما إحنا هنبضل معاكم وموجودين معاكم وبين يعني تقطيطنا مستمرة لفعاليات كمان المهرجان بشكرك أستاذة ملكة العشيري أنا بشكرك المدير العام لشركة كونسول ماسترز المشغلة لنورت سكوير بالعالمين الجديدة شكرا جدا مرسي مرسي نورتيلا مرسي نورتيلا